السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل ما اتكلم على نجوم المباراة شرفني باشتراكك ضروري اشترك وادعم القناة بلايك للفيديو ادعم القناة بلايك للفيديو بعد اذنك الوداد يستحق الفوس برغم انه بيلعب خارج ملعبه وبرغم الطرد اللي في اول خمس دقايق لكن عجبني معلمة اللعيبة بيلعبه بمعلامة بيلعبه بخبرات كبيرة محسناش ابدا طولة تسعين ديئة يعني ان ابو الوزداد بيروح ويضيع وكور بالضيق لا لا خالص حسنا مباراة بالعكس ببداية الشوت التاني الوداد هو اللي راح وسجل عجبني جدا خبرات الوداد وكنت مستغرب من شباب ابو الوزداد لما بتلعب على ملعبك وفسط جمهورك ونقص لاعب من الوداد وانت هتروح لهم كمان بعد ايام فحتى ما عندهمش الاصرار والعزيمة انه يروحوا حتى يروحوا بعدد كده ويضيع لا ما فيش ما شفناش الحاجات دي خالص من نجوم المباراة اللي لفته نظري جدا طبعا كل اللي عبت الوداد بصراحة خبرات وبيبصوا البعض وبيلعبوا نقصين وبيلعبوا تحت الكورة بيقفلوا كده البلوكات على الكورة لكن عجبني اوي 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 العملود العملود ناحية اليمين كان عنده مهام دفاعية في التخطية كان عاملها عشرة على عشرة وكان مميز جدا في الهجوم في التكملة من ناحية اليمين كان جريء جدا ومميز جدا برغم انه خارج ملعبه يعني مطلوب منه انه يأمن ورا لا هو كان بيطلع ويكمل وعمل كورة عرضية منها الاسست وعمل الهدف هو صانع الهدف والهدف ده هيسهل للوداد حاجات كتير المطش اللي جاي يكفي ان بولوزداد هيبقى جاي مضغوط مش عارف يهجم انه كان مغلوب ولا يأمن شوية وبعد كده يهجم عمل الهدف ده عمل لغبطة لفريق شباب بولوزداد لانه هيجي في الدر البيضة في المغرب وهو مهزوم فمتعرفش هيهجم ولا هيستنى شوية لكن الهدف ده هيدي ثقة كبيرة جدا للوداد وننتظر المطش اللي جاي واردو الكورة فيها مفاجآت شكرا اشتركوا في القناة